اكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج الاستثماري وسياحي لمملكة البحرين نعم وذلك بهدف بيان إنجازات المملكة الرائدة وقدراتها الاقتصادية التنافسية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى ورفع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال الاجتماع التنسقي مع مجلس التنمية الاقتصادية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على توجهاته السديدة ومبادراته المتميزة لتعزيز الريادة البحرينية في المحافل العالمية كأنموذج في الانفتاح والحرية الاقتصادية وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التنموية والاستثمارية المتواصلة بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية وتبادل وجهة النظر والمقترحات وتأكيد العمل المشترك على استدامة المنجزات المحققة في رفع القدرة التنفسية الاقتصادية للمملكة وتفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والتجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول العالم من جانبه أعرب فريق الإدارة بمجلس التنمية الاقتصادية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بالخارج على تعاونها مع المجلس في إبراس الفرص الاستثمارية وما تتميز به المملكة من موقع جغرافي واستراتيجي مميز والعديد من المزايا التنفسية بما يلبي التطلعات التنموية لمملكة البحرين